البنسلين هو من أهم وأشهر المضادات الحيوية اللي تم اكتشافها في التاريخ إن ما كانش هو فعلا أهم وأشهر مضاد حيوي من المضادات الحيوية اللي موجودة في العالم اللي بتستخدم في علاج أمراض كتير جدا وأكيد أي حد هيسمع الكلام ده عن البنسلين هيفكر أو هيجي في باله إن هو بقى فيه فريق كبير جدا من العلماء قعدوا في المعمل أيام وشهور وسنين يبحثوا ويكتشفوا عشان يطلعوا حاجة زي كده في الآخر لكن الحقيقة عكس كده خالص وده اللي احنا جايين نتكلم عنه في حلقة النهاردة في البداية خليني أقولك إن المضادة الحيوي بصورة عامة كده بيستخدم لعلاج الأمراض البكتيرية لكن ما ينفعش نستخدمه في علاج الأمراض الفيروسية والاختلاف ما بينهم واضح من الاسم الأمراض البكتيرية هي اللي تيجي للإنسان نتيجة إصابته ببكتيريا والأمراض الفيروسية هي اللي تيجي للإنسان نتيجة إصابته بفيروس هي شرحة نفسها هي يعني مثلا مرض زي مرض الالتهاب الرئوي ده يتعالج بمضاد حيوي عادي لكن مثلا فيروس زي فيروس كورونا فلا ده ما ينفعش نعالجه بمضاد حيوي وعشان نقفل الكلام في النقطة دي دلوقتي فخليني أقول لك لو أنت مش فاهم قوي إيه الفرق أصلا بين الفيروس والبكتيريا فأنا كنت عملت فيديو قبل كده عن النقطة دي بالتحديد الفرق بين الفيروس والبكتيريا هيظهر لك دلوقتي فوق على الشاشة اللي مين أو على الشمال على حسب الدنيا عندك تقدر تروح تشوفه لو عايز تفهم المهم دلوقتي نرجع لموضوع البنسلين أنا هفجأك وأقول لك إن البنسلين تم اكتشافه بالصدفة اللي يمكن لو ما كانتش حصلت ما كانش زماننا عارفين إيه هو البنسلين دا أصلا لحد دلوقتي وأنا دلوقتي هنا عشان نتكلم عن تفاصيل الصدفة دي وإزاي تم اكتشاف البنسلين اتولد مكتشف البنسلين أليكساندر فليمينج سنة 1881 وتخرج من مدرسة الطب في لندن اللي هي يعني كلية الطب دلوقتي وكان فيليمينج كل اهتمامه وشغله الشاغل هو دراسة الجروح والبكتيريا والعدوى اللي ممكن تصيب الإنسان لما جلده يتجرح وكمان هو كان في الجيش البريطاني في فترة الحرب العالمية الأولى وكان كل وظيفته إنه هو بيعالج الجروح للجنود المصابة ومن هنا بقى بدأ يلاحظ إن المطهرات اللي هو بيستخدمها عشان يطهر بيها الجروح للجنود دي هي أساسا بتأذي خلايا الجسم نفسه أكتر ما بتأذي البكتيريا اللي بتلوس الجرح ومن هنا قال إنه لازم يبقى فيه علاج مثالي بمعنى إنه هو يقضي على البكتيريا ويعالج الجرح وفي نفس الوقت من غير ما يكون بيأذي الجسم خالص في أي حاجة لحد ما تيجي بقى سنة 1928 وتحصل الصدفة الغريبة لما كان دكتور فليمنج في المعمل بتاعه عادي لكن هو ساعتها خرج وينسي إن فيه جوه المعمل طبق فيه مزرعة بكتيريا الطبق ده ما كانش متغطي يعني البكتيريا اللي جواه كانت مكشوفة ومتعرضة للهواء والبكتيريا اللي كانت في المزرع اللي جوه الطبق دي هي نوع من أنواع البكتيريا اللي بتلوز جرح الإنسان لما يجلده يتجرح اللي احنا قلنا إنه هو طول عمره كان شاغل باله إنه هو يلاقي لها علاج مثالي وعن طريق الصدفة البحتة لما رجع تاني دكتور فليمنج للمعمل بتاعه لقى إن البكتيريا اللي كانت موجودة في الطبق دي لأنها كانت مكشوفة فتعرضت لنوع من الفطريات كان موجود في الهواء والفطر ده أول ما جاء على البكتيريا تم إنتاج مادة كده المادة دي أول ما البكتيريا تعرضت لها ماتت البكتيريا اللي في الطبق كلها وبعدها كمان فليمنج لقى إن المادة دي مش بتأذي خلايا الجسم اللي وتحطت عليه وبتموت البكتيريا بس من غير ما تضر الجلد في حاجة ودي كانت النتيجة بعد كده اكتشاف المضاد الحيوي المعروف لحد النهاردة باسم البنسلي وعلى فكرة وقتها أول ما الاكتشاف ده حصل فليمنج ما كانش قادر يستخلص بالزبط المادة الفعالة اللي موتت البكتيريا دي ويستخدمها في تصنيع الدواء اللي احنا بنستعمله دلوقتي لكن هو برضو كان كده كده عارف إن هو وصل لاكتشاف مهم جدا في عالم الطب وفضل العلاج ده لأكتر من عشر سنين كاملة محدش قادر يستغله ولا يستفيد منه لحد ما في سنة 1941 قدر هوارد فلوري وإرنست تشاين إن هم يستعملوا المضاد الحيوي ده لأول مرة ويعالجوا بيه شخص كان دمه ملوس ببكتيريا وبعدين بقى حضروا المضاد الحيوي الجديد ده على تضيق كده في فترة الحرب العالمية التانية عشان يستخدموه في علاج العساكر المصابة بجروح في الحرب وفي سنة 1945 فازت تلاتة فلوري وإرنست تشاين وفليمنج بجائزة نوبل في الطب بسبب اكتشاف البنسلين وبعد كده بدأ استخدام العلاج الجديد ده في العالم كله أكتر وأكتر وبقى بيتصنع بكميات تكفي كل الناس مش بس العساكر المصابة في الحرب عشان يبقى ليه دور مهم جدا في حياة البشرية وكده يكون كل كل كلامنا عن الصدفة الغريبة دي بتاعت أليكساندر فليمنج اللي خلته يقدر يكتشف البنسلين خلص خلاص ودلوقتي أنا خلصت كل اللي أنا كنت عايز أقوله في الفيديو بتاع النهاردة ياريت لو الفيديو بقى عجبك ما تنساش تقولي ده من خلال ان انت تدوس لايك وتنزل تشترك في القناة من تحت الفيديو لو ما كنتش مشترك قبل كده ولو كنت أول مرة تشوفني ابقى خش كده خد لك لفة في الفيديوهات اللي موجودة على القناة وان شاء الله هتعجبك وبس كده سلام اشتركوا في القناة